اشتركوا في القناة ما كانش حد يتوقع خروج ابدا منتخب زي منتخب اسبانيا امام منتخب روسيا كله قال ان منتخب روسيا اخروا في دوره 16 لكن نتفاجأ باداء رجولي من لعب منتخب روسيا وكمان في رقلات الجزاء منتخب اسبانيا لم يتصدى لرقلة جزاء واحدة كمان منتخب روسيا مضيعش ضربة جزاء فبالتالي وهنا السؤال هل منتخب اسبانيا تضرب على رقلات الجزاء ولا فرناندو هيرو ما كانش يعتقد ان ممكن منتخب اسبانيا يوصل لمرحلة رقلات الجزاء وبالتالي لو شفنا دخية صد رقلات الجزاء او حتى طار مع كورة وفي نفس الوقت لعبت اسبانيا ضيعوا رقلتين جزاء كانوا كفاية جدا ان منتخب روسيا يصعد الى دور الثمانية مباراة كرواتيا ودينمارك شغالة واحنا مع حضراتكم حاليا مباراة الوقت الاصلي انتهى واحد واحد دينمارك سجلت في ديئة الاولى بعدها منتخب كرواتيا بيتعادل بعدها بتلت دقايق دينمارك سجلت في ديئة الاولى وكرواتيا في ديئة اربعة وبالتالي ما كانش حد يتوقع ايضا ان منتخب دينمارك يواصل الكفاح والجهد والقتال الى وقت اضافي على شطين بعد مباراة قوية جدا امام المنتخب الكرواتي منتخب كرواتيا ايضا كل اللي كان بيتوقع يتوقع ان الكرواتيا في النهائي دلوقتي ممكن احنا عارفين ان رقلات الجزاء دي ملهاش كبير معرض ان اي فريق يخرج من البطولة بسبب رقلات الجزاء وبالتالي حراقكم شايفين بعض الصور او بعض ده هدف كرواتيا وده هدف الدينمارك الاول وبالتالي احنا هنتبع مع حضراتكم لحظة كل حاجة خاصة بالمباراة المقامة حاليا هنقول لحضراتكم بالضبط الشروط الاضافي الاول انتهى كام الشروط الاضافي الانتهى كام ولو الشروط الاول الاضافي والتاني انتهى بنتيجة ايجابية لأحد الفريقين وبالتالي المباراة تكون انتهت لصالح منتخب من المنتخبين مش هنروح لرقلات الجزاء أما المباراة أو الوقت الإضافي لو انتهى بأي تعادل أو بأي نتيجة سلبية هنروح لرقلات الحظ والمعاناة الترجحية اللي كانت سبب النهاردة في خروج المنتخب الأسباني اللي خلاص جيل بينتهي جيل من الكرة الأسبانية بينتهي والاتحاد الأسباني بيدفع نتيجة تغيير مديره الفني قبل أيام أو قبل ساعات من انطلاق كأس العالم بفيش شك ان هم أكيد ناس بيحترموا نفسهم ناس بيحترموا تاريخهم ناس بيحترموا الإدارة اللي هم يعني مكملين فيها والشكل اللي هم مكملين فيه هم شافون المدير الفني تعقدوا مع ريال مدريد في وقت ما ينفعش ان هو يقل لتركيزه عن المنتخب الأسباني ويبدأ ان هو يركز مع مستقبله فين بعد كأس العالم اعتقد ان دي حاجة اتحاد الأسباني ما حاولش او اتحاد الأسباني احتسبها اهانة ليه وبالتالي اخد قرار بابعاد المدير الفني وتعيين هيرو لقيدة أسبانيا في كأس العالم شفنا طبعا ان فرناندو هيرو للأسف لم يكن على المستوى المطلوب مع منتخب أسبانيا منتخب أسبانيا النهاردة استحواز سلبي كلنا خلاص بقينا نتابع ونشوف ان اي استحواز سلبي في البطولة او اي استحواز بيكون سلبي بدون اهداف الاهداف هي الفايصل اسبانيا هدف اول اونجول لعب روسي احرص في مرمى ايضا روسيا تتعادل فبالتالي اسبانيا لم يكن لها اي هجمات خطرة على مرمى روسيا استحواز سلبي من فريق اسبانيا وبالتالي اسبانيا هتوضع بطول الكأس العالم من دور الستاشر ويبقى اول انجاز حقيقي اول فوز قوي وذو قيمة من منتخب روسيا امام المنتخب الاسباني هيكون معانا النهاردة ان شاء الله كريم سعيد رئيس تحرير موقع يا لكورد اتقام على شام يتكلم معانا على دور الستاشر لكأس العالم كان عندنا مبارح يوم قوي جدا في مواجهتين ايضا يعني الارجنتين بتودع بطول الكأس العالم وايضا منتخب البرتغال والنهاردة منتخب اسبانيا من الاخر وشنا حلو منتخب مصر وش حلو على مجموعته الفريقين اللي صعدوا من مجموعة منتخب مصر تخطوا دور الستاشر ومكملين لدور التمانية ترجمة نانسي قنقر